تحياتي وأهلا وسهلا من برنامج حكاية كتاب في الحلقة الأولى تكلمنا بالحقيقة عن المشاكل التي يعني تقف كتعرق المجهود اللي كي بدون له الزملاء المؤلفين الرياضيين المغاربة في إصدار كتب حول الرياضة وقلنا أنه لازم الموضوع يكون يعني ما يبقاش مبادرات شخصية دي الكاتب أو دي الإعلامي مهتم بتاريخ الرياضة بقدر ما هي مسؤولية تكون مبادرة مؤسساتية يعني مثلا الليجنة الوطنية الأولمبية المغربية في قانون تنظيمي ديال الهيكل ديالها وديال التدبير ديالها مطالبة بدان يعني مجال التوتيق الرياضي مجال الكتابة في الرياضة والتعليف الرياضي فرجعوا لموضوع الحلقة الأولى اللي قلنا اللي كانوا داكرة أو حكاية كتاب والكتاب الأول أحمد فارس سيرة حياة اللي كما قلت باش نذكر المتابعين الكرام بدال أمر في الأول في البداية حلقات نشرت في جريدة الاتحاد الشراكي في الفين وخمسة فبعد مرور السنة تقريبا وبعد الإقبال الكبير اللي قلتوا هذه الحلقات وكانت تقريبا 32 أو 33 حلقة وأذكر أنها كانت في شهر رمضان الكريم لسنة 2005 ففكرنا لما لا يكون كتاب أحمد فارس كيبقى من الأبطار الرياضيين من اللي الذاكرة المغربية تحتفظوا له بكل الويد وكل تقدير نظير ما قدمه المنتخب الوطني نظير ما قدمه لفارق شباب محمدية ويكفي أنه كان دائما يرفض كل عروض مقدمة عروض مغرية من ريال مادريد من إسبانيا من الولايات المتحدة من السعودية من باشيبقى في المغرب على أساس أنه استمراره شبيب محمدية يعني استمراره بالقرب من المنتخب الوطني قلت بعد نشر تلك الحلقات والنجاح ليلقاته في جريدة تحت شراكي ويعني إقبال من طرف قراء فكرنا في إصدار كتاب يؤرخ مصار هذا البطل العظيم هذا اللاعب المغربي اللي كان أول لاعب مشاع مغربي عربي ينال الكرة الدهبية كأحسن لاعب في إفريقيا لاعب لقاد المنتخب الوطني سنة ١٩٩٦ للبوز بكأس إفريقيا واللقب الوحيد لحد الآن بخزينة الكرة القدم المغربية هذه المشاركة في تلك كأس أمم إفريقيا بإيتيوبيا كانت عندها واحد الحكاية وحكيميها هي مؤلمة بالنسبة للسحمة فراسو لكن كانت حكاية جميلة جدا وعندي رغبة كبيرة قبل ما تكلموا للكتاب أنني أحكيها بإجاز لما سافر المنتخب الوطني الإيتيوبيا بمجرد الوصول دياله هناك بجيشارك في بطولة إفريقيا أصيب أحمد فراس بوعكة صحية عفواً كان أصيب تفوي ففي الوقت اللي الزملاء دياله يخدون تدريب والتحذيرات هو كان يعني مجبر على المكوت في الغرفة دي المقر الإقامة دي المنطقة الوطني لا يأكل شرب يكتفي بفنجان قهوة واحد في اليوم يعني كان صائم وكان الإسهال وطقيق حشاكم يعني كان مريض جداً وما كيتدرب يوم المباراة الابتتاحية يطلع عنده رئيس الجامعة والطبيب الفريق والمدرب يطلع على الحالة الصحية والطبيب قال ليهم مستحيل أنه يشارك في أي مباراة يحترد فرئيس الجامعة في المجدوب الذي يرحمه قال لي سيحمد ستنود و ستشارك اليوم في المباراة فكلهم سغربوا للطبيب والمدرب لأحمد فراس كيفاش رئيس الجامعة يطلب من الفرنس أنه يشارك وهو بحاله مراضي يزعمك متأخرة جداً لا يأكل لا يشروب مقابل عدواء وفنجان قهوة في اليوم لمدة أربعة أيام تقريباً فأقلي شوف أنا طلبت منك تشارك ولا أطلب منك أنك تبدل أي مجهود يكفي أن تقف فوق أرضية الملعب لأن الفرق المنافسة ديرها بحسابك و كان آخر لاعب لفزن الكأس كرة دهلية فالحضور ديالك مع زملاء ديالك يعني غي زعزع تقيق ديال الفرق منتخبات المنافسة يعني وذلك ما كان فارس قام دير مجهود بشينود ولبس القميس الوطني وتخلى الملعب ولكن داخل الملعب بقى كيف يفكر فارس ما يمكنش أنه يكتفي بالوقوف في الملعب هو كان قميس يعتبره العلم الوطني العلم الوطني منك تكون كان ديره بكتافك خصك تهديليه الروح ديالك و البدن ديالك والعقل ديالك يعني كانت واحدة الروح وطنية عالية جدا عند أحمد فارس وعند باقي زملاء دياله في ذاك الوقت يعني لاعبين لما كانوا يفكرون له في إغراءة مالية كيتدار بوع قميس الوطني فدار مجهود دياله ونسى المرض بل أن بعد نهاية المباراة كان حسب الرواية ديال زملاء دياله اللي لعبوه مع ذلك المباراة من أحسن اللاعبين وكذلك كان شارك كل مبارايات كان هداف كان موزع الكورات كان صاحب التمرير الحاسمة اللقب بآخر دقائق المباراة الأخيرة أمام غينيا عندما مرر الكورة للزميل دياله بابا لسجل هدف التعادل اللي كان كيكفينا نقطة واحدة باش نفجه يعني بالكأس إفريقية ما زال للأسف هي الوحيدة في خزانة ديالكورة قدم المغربية قلت بعد نشر الحلقات في جريدة تحت شراكي اقترحت على سيد أحمد فراس لما لمن نصدره كتاب ولأنه لا يردوا لطلب المحبة التي تجمعنا والعلاقة الطيبة ولأنه كان مقتنع أن تاريخ دياله ماشي ملكه الوحده ولكن ملك المغربة كلهم ولأن الذاكرة دياله ما غيكونش في أحمد فراس بوحده ولكن ستكون سرد لمذكرات ومصار ديال زملاء اللاعبين دياله اللي رابقوه في رحلة المنتخب الوطني وكذلك في رحلة شباب محمدية بل ستكون نفج في ذاكرة واحد الفترة يعني أو مرحلة عشتها كرة القدم المغربية من هذا المنطلق كان القتناع دياله فمنحني الإذن ويعني باش نباش في الذاكرة دياله مكتفيناش بالحلقات اللي انشرنا بجريدة تحت شركة ولكن بحثنا على إضافة معلومات أخرى انتو سعوب تحرير وتدوين هاد المذكيرات والذاكرة وكان ذلك بالحقيقة كان من أصعب يعني الأعمال ومن أصعب الكتب اللي واجهت بها يعني تعب شديد وبدلت فيها واحد جود كبير لأن أولاً كانت أول تجربة عندي في إصدار كتاب كان هو الكتاب الأول في 2007 ثانياً التقنيات ديال الكتابة وكنت كان نعتمد على الموهبة فقط ما كانش واحد تكوين ما كانش واحد يعني في التدوين وثالثاً اللي ساعدني كثير وأن كتكن أشتغل بجريدة ديالتح التحركي الجريدة اللي كيشتغل فيها ومعروف منذ البداية ديالة من المحرير والتحرير المتقفون هم اللي كيشتغلوا في جريدة التحركي يعني صحفي متقف كاتب كل الزملاء اللي كان حيهم جامعاً عندهم كتوب إما في الرواية إما في القصة يعني في كل المجالات التقافية والأدبية فساعدني ذلك كثيراً لأنك تكرافق كما قلت صديقي والزاميدي عبد الحميد جمعري اللي عنده مؤلفة كثيراً يعني زملاء كثير اللي كنا نأخذ عندهم كنسبة من التقنيات ديال كتابة فبدنا نسألة ديال إصدار كتاب واكتشفت أن العمل في تحرير مذكرات أو سيرة حياة في كتاب لا علاقة لها بالعمل الصحفي اليوم يعني وليساعدني أكثر هو الالتزام ديال أحمد فرص أولاً بالمواعيد ثانياً بانضباط دياله بجمع المعلومات والصور وكان شديد الحرص على أن ما ينسى واحد من أصدقائي دياله وربما هذا كول اللي خلى مدة ديال إنجاز الكتاب لأنك نتابق على معلومة فإذا بي اليوم المواليك يقول يالله هذه المعلومة كانت نقصة نسينا ما ذكرناش هاد اللاعب أو هاد المصير أو هاد المدرب أو كده كده فالأمور كانت مش هاتف حالك انتهى انتهت المهمة ديال ديال التدوين وديال التحرير كان لازم نندخلوا لمرحلات ديال التصميم والإخراج واختيار الغلاب والمسائل التقنية اللي تحيطوا بالكتاب طبعاً أشكر من الأخ التقني الفنان عبد الإله هاكاش اللي كان قام بإخراجه وتصميم كتاب أحمد فراس والفكرة دي الغلاب كانت الفكرة دي الحمد لله كانت منها كنت وفقت فيها وكذلك الأخ عبد الإله هاكاش أشتغل معي كثير كما قلت ما كانش تجربة حاضرة بزاف أشتغل أشتغل من الرابعة أو الخامسة زواناً حتى الجرد الليل حتى الثلاثة الصباح يومياً لمدة تقريباً شهر يومياً جاءت المرحلة الأخيرة هي الطبع طبعاً كتاب كتنا نشوف هنا نغسيكون ياليق أولاً بالإسم دي الأحمد فراس ياليق بتاريخ المنتخب المغربي ياليق بتاريخ فريق شباب محمدية ياليق بكل النجوم واللاعبين اللي رابقه أحمد فراس في هذه الرحلة دياله فكان الكتاب يكون بواحد بواحد الجمالية بواحد وارق يكون وارق جيد وغلب كذلك وطبعاً كان لازم واحد ميزانية ميزانية كبيرة للأسف مدينة المحمدية بحثنا شخصياً على اللي يقدر يدعمنا من مولنا إنجاز الكتاب وطبعاً قينا شركة كنا كان شركة مواطنة يعني شركة تاريخية ومدينة المحمدية معروفة بها كنقلو المحمدية نقلوها ديال الشركة شركة ديال بترول ودية التكرير بترول المسؤولي كان في هذا الوقت ما خادش الأمور جدية يعني ولكي القراص محاط غيكون محاط بالأسئلة ديال المجتمع الرياضي والمدني فاتطر أنه يقبل ولكن دار شي شرط تعجيزية يعني احنا نتكلفه مثلاً بالطبع 300.5 أو 400 وكذا يعني كان العرض ديالهم ضعيف وضعيف جداً المحمدية اقترع عليها أن الشركة تكلف وذلك مكان لأن الرئيس مدير العالم يحب أحمد فارس تكلف بمصاريف طبع كله وكان حفل توقيع الكتاب وتقديم الكتاب في نادي القولف في المحمدية وحضروا المجتمع المدني والرياضي والإعلامي من كل مناطق مدينة المغرب بل إنه واحد الصديق ديال أحمد فارس يعيش معاه يعيش في أقادير خدا الطيارة بش يحضر واسمه رداد شوف معروف بمجنون فارس وهذا عنده حكاية أخرى غير نخليكم تكتشفها لما تطلعوا بهذا الكتاب هذا ما كان من حكاية كتاب أحمد فارس سيرة حياة الكتاب كما قلت يعني في 307 صفحات بالطبس يحكي هو يعني منقسم لعدة مصول البدايات دي الأحمد فارس حيثه يعني في الطفولة في الصفافة كيف يجعل الرياضة كرة القدام أيام الدراسة الإعدادي والابتدائي والإعدادي والتنوي ثم التحقوا بالمنتخب الوطني ومصاروا مع المنتخب الوطني والكتاب معزز ب عدد كبير من الصور ربما نشرت لأول مرة من خلال الكتاب وشهادات لبعض زملاء دي الأحمد فارس وأبرد من العائلة دياله وأصدقاء دياله اللي عاشوا معها فترة دياله كلاعيب وكمدريب ونتمنى أن الكتاب يكون يعني وفاق بكل انتظارات اللي كانت حوله إن شاء الله أحمد فارس يستحق أكثر من كتاب يعني تاريخه وتاريخ المنتخب الوطني وشباب محمدية يستحق أكثر من كتاب إن شاء الله الحلقة القادمة سوف نتناولوا حكاية كتاب آخر من كتب الرياضية اللي صدرت في الفترة الأخيرة شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر